فبيتدخل عبدالله السعيد المصار مش المسير المصير ده ايبضل غامض مهما حصلت نتائج انما المصار انك تبقى ماشي صح ايوه هو دي الطريق اتحاد جده ده اليوم السابع بيقول انه بيعرض 18 مليون جنيه على عبدالله السعيد وبيقول اليوم السابع ان عبدالله السعيد اتخذ قرار للرحيل عن الالي نظرا للفارق الكبير في العروض المادية بس 18 مليون في كم سنة اه تعارى يعني سنة لا اه ده قيمة يعني على مسؤوليت اليوم السابع انه 18 مليون جنيه له انه يمضي بمعدل 9 مليون جنيه في السنة يعني سنتين سنتين 9 مليون جنيه طب هو هنا بياخد خمسة بقولك الاهل عرضه توقف عند ستة وده الحقيقة يعني قليل ممكن تكون الاه ونبي اتسماعة لا تعملت تعملني كده ممكن تكون تسمعة ولاي لا ده قرار عبدالله السعيد بس اتحاد جد عنده مشاكل وديون كبيرة جدا يا حبيبي ممنوع من التعاقل خليه رح يجرب عبدالله سعيد رجل محترم رجل ما عملش مشكلة واحدة في النادي الاهلي نعيب هايل كان طوع بيعمل اللي انت عايزه لكن القرار ده ما تقدرش يخش في دماغ انسان الا بالنصيحة نصيحتي ان يبقى في الاهلي يتمسك بالاهلي والاهلي يتمسك به اكثر ستة مضمونين افضل انت يسعى طيري وكابت ان على عبدالصادق ايضا على مسؤوليته اليوم السابع انه بيقول فيما يخص متعب ومؤمن زكريا انه لجنة الكرة في اجتماعها اللي عقد يوم الحد نقشت بعض الملفات الكروية المهمة محدش في الاهلي الحياة بيصرح لكن هو الناس بتجمع معلومات ايه اللي ايه قولي فيما يخص متعب وما يخص مؤمن زكريا لا فيه زل من الحقيقة بالنسبة المؤمن يعني فيه لكن مفيش موافقة لمؤمن لحد الوقت متعب مخير مخير في راجل نجل قالوله انت شايف فيه مصلحتك اللي ايه اللي حيوف معك فيه عايز تبقى احنا مرحبين عايز لكن لو حيخرج عارة ستة شهر الوضع يختلف لانه ممكن يجدد لك اه ويخرج ستة شهر اذا عندك البدائل اذا عندك البدائل لانه العيب مهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر